ده كمان عمك نشآت كوديهي حب يجود قالك الكلام اللي هتشوفوه ده دلوقتي وانتو شوفوه وحكموا بقى انتو يلا بين شغالين عندهم اجندة اخرى الاجندة الاخوانية هي باختصار شديد كله كل الاخوان متفقين مع قواعدهم وقنمتهم وصحفهم ورجالتهم اللي موجودين ومش بينين ايه افريجوا عن السجنة فرصة بقى فرصة في كورونا واحنا نبدأ نتكلم ونطلع الفرصة نطلع الجماعة المجازيب اللي في السجون بتوعهم علشان خطر ايه ياخد مكسر حقيقي بالنسباله قالك في الضلمة في المولد انت بس يا نشأة لو تفوق الجرفات شوية كده وتعديلها وتزبطها وتفتح الضرار اللي فوق عشان صوتك يطلع لانك انت قافل على احمال الاستطيع عمال تتكلم بحزقة كده نشأة عمالي جود حاب يجود اكتر يمكن اسياده يرضو عنه معرفش ان اللي سبقوه حاولوا يجوده فالبسه البجامة وقاعدوا في البيت اما عامل ايه بقى حد يعرف لا واضح كده ان ما حدش فيك ورا تعالوا شوفوا الخبر ده عشان تعرفوا نشأة لما حاب يجود عمل ايه قالك نشأة ديه يحزر من كارثة انسانية داخل السجون التركية يا واد يا نشأة يا واد يا نشأة يا ابن اللعيبة كل حاجة دلوقتي نشأة عايز يثبت بها اقدامه في الاعلام اللي هناك يتكلم عن تركيا ليه اصلا نشأة كان بيشتغل هنا على فكرة نشأة كان بيشتغل هنا وكان بيهبط من هنا برضو وكان راجل محترم بس لما راح مصر بقى مش محترم انسانية عند نشأة عظيمة يا جماعة خايف على صحة الاطراق ومش خايف على صحة المصريين اللي هم في سجون عفتاح السيسي طب هي نشأة اجيبها منين اجيبها منين يا نشأة المصريين عندك نشأة انت مصي والمصريين عندك موجودين جوا السجون والموطقات عند عبدالفتاح السيسي ايه افتح انشأة الحنجرة ونادي على عفتاح وقل له يا عفتاح اكبر المعتقنين اللي عندنا جوا السجون هنخرجهم امتى قل له ان قران طلعت وافغانستان طلعت يا ناشأة وعلى رأيي الراحل احمد زكي تم قال لهم ايه عمركو شفت وساخة اكتر من كده